افتتح سموشي خاند بن حماد الخليفة نايب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة الرئيس الفقري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة افتتح فعاليات بطولة أقوى رجل بحرينية بحضور سعادة السيد هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب ورياضة وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد المجلس الأعلى للشباب ورياضة أمين عام لجنة الأولمبية البحرينية وعضو مجلس النواب النائب جلال الكاظم وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بالمملكة وقد قام سمه بجولة في موقع البطولة اطلع خلالها على التجهيزات والترتيبات الخاصة بمسابقة البطولة التي من المقارر أن تنطلق الجمعة كما والتقى سمه بالجهات المشاركة في معرض البطولة الصحي والرياضي والترفيهي بكبار السن وقد تابع سمه مجموعة من الفعاليات المصاحبة الخاصة بمرضى سرطان على مسرح البطولة وأكد سمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن نجلة المنظمة العليا للبطولة قد بذلت جهودا متميزة في الاعداد والتحضير لهذا الحدث مشيدا بتنظيم الكبير وبجهزية الموقع لاحتضان المشاركين وإقامة المنافسات متمنيا سمه للجميع التوفيق والنجاح مجددا سمه في الوقت ذاته دعوة لجميع المواطنين والمقيمين والإستمتاع بفعاليات البطولة ومتابعة ومشاهدة المنافسات والعروض التي ستشده هذه البطولة وقد التقى سمه ببطل بطولة العالم الثامنة عشر لأقوى رجل اللاعب البريطاني إيدي هال وذلك على همش فعاليات اليوم الأول من بطولة أقوى رجل بحرينية حيث تبادل سمه مع اللاعب هال الأحاديث حول هذه البطولة والسبب الكفيلة لتطويرها والأهداف التي سوف تتحقق وتنعكس على مستوى دعم الشباب البحرينية لممارسة هذا النوع من الألعاب الرياضية وسط أجواء تنظيمية مهيئة وحماسية وتنافسية والذي سيكسب الشارع الرياضي البحريني فرصة تكوين قاعدة من الشباب لديهم الفرصة للمشاركة وتمثيل البحرين في مختلف البطولات الخارجية في هذا النوع من الرياضات كما ستسهم هذه البطولة في دعم سمعة ومكانة البحرين على المستوى الدولية كدولة حاضنة لجميع الرياضات وتدعم وتشجع ابنها من الشباب على ممارسة الرياضة وتعزز من ثقافتها في المجتمع ليكونوا قادرين على العطاء والبناء والارتقاء بهذا الوطن ويخوض سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمنافسات الوزن الخفيف بالمسابقة الرئيسية بالبطولة وسيصاحب إقامة منافسات الوزن الخفيف بقامة مسابقة الأطفال التي ستشهد مشاركة سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة نجل سموة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بالمملكة وقد قام سموه بجولة في موقع البطولة اطلع خلالها على التجهيزات والترتيبات الخاصة بمسابقة البطولة كما التقى سموه بالجهات المشاركة في معرض البطولة الصحي والرياضي والترفيهي وكبار السن وقد تابع سموه عددا من الفعاليات المصاحبة الخاصة بمرضى السرطان على مسرح البطولة وأكد سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن لجنة المنظمة العليا للبطولة قد بذلت جهودا متميزة في الإعداد والتحضير لهذا الحدث مشيدا بالتنظيم الكبير وبجاهزية الموقع لاحتضان المشاركين وإقامة المنافسات متمنيا سموه للجميع التوفيق والنجاح مجددا في الوقت ذاته الدعوة لجميع المواطنين والمقيمين بالاستمتاع بفعاليات البطولة ومتابعة ومشاهدة المنافسات والعروض المختلفة مبادرة جدا جدا رائعة وهذه عوايد سيد سموه الشيخ خالد دائما يبتكر ويضع مبادرات تشجع الشباب البحريني على التمييز وعلى التحدي شفنا اليوم الغرية جدا منظمة وفيها كثير من الفعاليات وأيضا مبادراتهم مع جمعية محاربة السلطان الله يمنع عليهم إن شاء الله بالشفاء وتكفل أيضا سيد سموه الشيخ خالد بالنظر في تلبية احتياجاتهم بإذن الله تعالى بطولة مميزة جدا وتمنى الفوز إن شاء الله لأي بحريني قبل التحدي وتشتمل البطولة على عدة مسابقات كمشية الفلاح ورفع الجذع سحب السيارة ورفع التاير ورفع السيارة إضافة إلى شد الحبل ومصارعة الأذرع والامطارح وقد تم إجراء التسجيل النهائي لجميع المشاركين والفحص الرسمي وتوزيع التجهيزات الخاصة على المشاركين المسجلين في كشوفات كل بطولة طبعا هذا أول شيء نشكر سموه الشيخ خالد عن هذه المبادرة طبعا هو هدفه عند أهداف كثيرة من ضمنهم تشجيع الشباب للرياضة فكراتهم أنه دمج بين الرياضة والصحة عشان نحن نركز على الجيل الصحي وهذا للمستقبلنا ونفس الوقت هاي المستوى طبعا من أقوى مستويات رجل الحديدي في العالم هاي مو بطولة عالمية بحرانية لكن كتنظيم كعليل المشاركين من أقوى بطولات العالم يعني هلنقارن بطولات عالمية وكأول مرة ونتمنى النجاح يوم التسجيل حضور تقريبا أكثر من 150 لاعب عندنا ثلاث فئات وزن 80 و90 وفوق 90 طبعا يعني الحمد لله كلهم محضراء وأكدوا التسجيل وبكرة إن شاء الله افتتاح بعد الظهر إن شاء الله الوزن خفيف ويوم السابت إن شاء الله الوزن المتوسط والثقيل وطبعا بنفس الوقت بيكون هناك اللعب المصاحبة ابتداء من بكرة حق للأطفال ويوم السابت إن شاء الله حق للكبار اللعب المصاحبة ونتمنى إن شاء الله حضور جماهيري لأننا متوقعين نعم إن يكون في حضور وحتى منحين ما شاء الله واليوم طبعا عندهم فعاليات بعيد نفس الشيء وإضافة للمسابقات بيكون هنا مثلا قرية الصحية يعني أنصح الجمهور إن يحضرون هناك في عندهم تقريبا أكثر من 15 مركز ومستشفى وفي الأكلات الشعبية العالمية يعني حتى حق مثلا جاوء عالي بيكون إضافة للمسابقات أشكر الشيخ خالد على التنظيم الأجمل من رائع والدعم اللامحدود حق الرياضات اللي صاعدة حين في البلد ويصير عندنا شانس نحن نشارك في هاي الأشياء طبعا يبين تنظيم رائع ومغضي كل الأشياء إن شاء الله نقدر أن نرفع اسم البحرين من هاي المشاركات اللجنة المنظمة العليا لبطولة أقوى رجل بحريني استطاعت هندسة موقع البطولة بطريقة تنظيمية احترافية جذبت الجماهير وزوار البطولة حيث تم تقسيم الموقع إلى أربعة أقسام الأول القرية الرياضية والتي ستكون مسرحا لإقامة منافسات البطولة إضافة إلى القرية الطبية الخاصة بالاستشارات والفحوصات الصحية كما تم تحديد القسم الثالث ليكون منطقة ترفيهية للعوائل والأطفال وهي القرية الترفيهية أما قرية البازار فتم تحديدها لتكون ركنا للمطاعم والتسوق دورنا هنا كفريق طبي متواجد مع المستشفى العسكري متواجدين لتأمين الموقع عندنا تقريبا أربع نقاط موجودة منطقة اللعب الرئيسية التي تكون فيها جميع الأوزان ومنطقة ألعاب الأطفال والألعاب المصاحبة ومنطقة الاستيج والمعرض المصاحب مغطيين الموقع كامل بمصعفين متواجدين من جهتنا وأيضا من جهة المستشفى العسكري تواجدنا تحسبا لأي طارق يكون موجود عندنا نتمنى السلام للجميع ولكن تواجدنا احتياطي ونتمنى السلام للجميع وفي باديرة إنسانية قامت اللجنة المنظمة العليا للبطولة باستضافة عدد من محاربي مرض السرطان للمشاركة في فعاليات اليوم الافتتاحي حيث تم استضافتهم على مسرح البطولة واستعرضوا خلال ذلك قصص نجاحهم ومحاربتهم لهذا المرض العضال سعيدة جدا على هذه المبادرة اللي صارت من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المبادرة الجميلة هذه اللي تجمع بين الرياضة وبين دعم مرض السرطان احنا اليوم نقدر نوصل صوتنا هذا الريع اللي بيكون هذا المدخول اللي بيكون نقدر نحقق في أمنية طفل عمره ثلاث سنين نقدر نحقق أمنية شاب عمرها ثلاثين وعشرين سنة أقدر أحقق أمنية أمرها عمرها ثمانية وخمسين سنة اليوم أنا عندي مسؤولية اليوم أنا إذا باستغل اسم فرح علي الإعلامي فلازم أستغله صح لازم أستغله في أنه أنا أخدم هذه الفئة لأنه أنا مريت بتجربتهم واللي أسعدني أنه الشيخ خالد وعدنا وعد أنه راح يحقق هذه الأمنيات بإذن الله تعالى وأمر سموه بهذا الشيء وإن شاء الله أنا أكون سعيدة جداً لو لقيت البسمة والفرحة في عين هذا الطفل أو البنت أو السيدة راح أكون سعيدة جداً وكأنما الدنيا كلها بما فيها قدمت لي جداً يشرفين أنا موجودة الحين في مبادرات الشيخ خالد بن حاملاء الخليفة مبادرة جداً إنسانية لأكون رائعة لحق مرضى السلطان وأنا جداً سعيدة أنا موجودة هنا والعنوان بكبرى وحش اللي هو خلك وحش استشجيع ويد قوي حق أبطالنا محاربين السلطان وأقول لهم خلك وحش لأنه نحن بذن الله أقوى من السلطان فعاليات اليوم الرياضي انطلقت وسط أجواء رائعة وجميلة وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً حيث استمتعت جماهير وزوار موقع البطولة بتلك الفعاليات ونشاطات المصاحبة عبد الرحمن بمطيع لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين